هنروح للأخبار العالمية وأول خبر معانا في الأخبار العالمية بيقول أنه الأرجنتيني ليونال ماسي نجم بارشلونة بعث برسالة إيجابية لجماهير البارسة قبل مواجهة البايرن يوم الجمعة اللي جاي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ماسي كان زي ما احنا عارفين تعرض لضربة في رجل الشمال كنا قلنا الخبر ده خلال مباراة نابولي في طوم النهائي السبت اللي فات وده حرموا من أنه يشارك في التدريبات الجماعية في الأيام اللي فاتت وفقا لأحد الصحف الأسبانية فالنهاردة ماسي شارك في المران الجماعي وظهر بشكل رائع الحقيقة ويطمن قبل ما يقابل البايرن صحيفة كمان قالت أنه ماسي وضع دماضة يعني على كاحلو خلال مشاركته في التدريبات النهاردة كإجراء احترازي وقالت الصحيفة أنه سامويل أمتيني واصل الغياب من التدريبات ومن ثم تم استبعاد تواجده أمام البايرن إن شاء الله تمام الخبر يمكن الناس كمان يمكن سعيدة به طبعا عشاء البارسة طبعا أنا واحد منهم عندنا مباراة كبيرة جدا أمام البايرن مباراة كبيرة جدا 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 كان طبعا عثمان ديمبلي عثمان ديمبلي من اللعيبة المميزة ولكن كان عنده فترة إصابة طويلة جدا يمكن بدأ من أسبوعين أو ثلاثة يتعافى بمرة تانية ودمبلي بدأ في الظهور في التدريبات يعني عثمان ديمبلي من اللعيبة المميزة جدا بدأ الدخول في المران الجماعي قالت صحيفة الأسبانية إن كل شيء حتى الآن يدل على صفر ديمبلي مع باشلونة لمدينة لشبونة وقالت كمان إن قايمة باشلونة المغادرة إن شاء الله إلى البرتغال هيتم الإعلان عنها بعد مران الفريق بكرا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله طيب إحنا عندنا خبر من فرنسا وفرنسا علشان طبعا الأيام اللي جاية دي يتفيست عددات لفريق باريس سان جرما قبل ما يواجه أطلانطا الإيطالي بكرا إن شاء الله في دور التمانية لدوري أبطال أوروبا الخبر بيقول أنه صحيفة لكيب الفرنسية قالت أنه توماس تخيل مدرب باريس سان جرما ممكن يضطر أنه يغير خطته المعتادة من 433 إلى 442 علشان يعوض الغيابات الهجومية في صفوف فريقه صحيفة لكيب كمان قالت أنه تخيل هيوظف نمار في مركز صانع الألعاب وبكده هيكون إنبابي ضمن مكان ليه على دكة البودلاء لوكيب كمان قالت أنه تضل قلة الخيارات النهاردة لهجومية لغياب أنخيل دي مارية ده بسبب طبعا الإقاف ممكن يكون فيه تعاون من نمار هجوميا طبعا في مباراة بكرا إن شاء الله مباراة همه جدا طبعا فيه مباراة كبيرة جدا يمكن قالت صحيفة لباريزيا أن فريق الباريسي باريس سان جرمان ممكن يلعب بطريقة 4312 هي 4312 هي 4333 لكن بشكل آخر هو بيعتمد على يمكن العمق أكتر شوية لو 4333 بيكون زي ليبربول ما بيلعب بيعتمد في الجزء الهجومي على الجناحين بشكل آخر لكن طبعا يعني كلها أمور تكتيكية بيروح بيها باريس سان جرمان لمباراة مهمة جدا جدا ويبقى الشغلة الشاغل لتخل طبعا المدرب الألماني للباس جي تحديدا تحديد الأنسب لتعويض غياب لعب الوسط الإتالي طبعا ماركو فيراتي ماركو فيراتي بيغيب أوضح المدرب الألماني اللي بيميل أكتر إلى أندري هيريرا أندري هيريرا ده لعب وسط ملعب من أرجنتين يعني بيميل أنه هو إن شاء الله ممكن يشارك في وسط الملعب في المباراة القادمة والصحفتين في فرنسا أعلنوا أن التشكيل بتاع باريس سان جرمان أمام أطلنطا مش هيخرج عن طبعا نباس على تيليو كيير، تياجو سيلبا، كمبيبي وإخوان بيرنات وهيريرا، بارديس وماركينيز جايي ونيمار وكمان سربيا وأكاردي ده أعتقد التشكيل اللي بيخش بيه الفريق الباريسي باريس سان جرمان في مباراة قوية جدا جدا في دور التمانية في الشاميزلي بكرا إن شاء الله، كمان صحيفة The Sun البريطانية النهاردة أعلنت عن تطور جديد بشأن المركات الصيفي لميلان الصحيفة وفقا لها أن تشيلسي وافق على تخفيض سعر لعبه الفرنسي تيموي باكايوكو لعشرين مليون سترليني الصحيفة كمان أشارت لأن تشيلسي دفع 40 مليون سترليني علشان يضم باكايوكو فيه لكنه بيسعى للتخلص منه في الصيف ده والموافقة على انتقاله لميلان فعلا باكايوكو لعب فرنسي لعب بيلعب دلوقتي في الميلان لعب طويل بيلعب في وسط الملعب تقريبا 190 سنتي لعب كويس جدا ده كان بدايته في رين الفرنسي وراح من رين الفرنسي لعب في موناكو ومن موناكو انتقل إلى تشيلسي ب7 مليون يورو طبعا تشيلسي يعني أعارته للميلان والتشيلسي كان طالب مبلغ كبير جدا جدا أعارته للميلان قعد سنة بنية البيع وكانت عرضها حوالي 32 مليون يورو للبيع النهائي لكن ميلان قالت بعد انتهاء الإعارة عرضت على تشيلسي أنهما ممكن جدا يتواصل لسنة كمان بنية البيع بمبلغ 13.5 مليون يورو أو يوصل ل13 مليون باوند انجليش باوند وده طبعا رقم أقل كتير من اللي انتقل به من موناكو إلى تشيلسي تشيلسي دفعت 40 مليون باوند لانتقاله من موناكو لكن دلوقتي أعتقد السعر واللعيب كمان وافق يعني اللعيب كمان قال أنه ممكن جدا جدا أنه ينازل من عقده علشان يستمر مع الميلان في الموسم القادم